اهلا بكم الى مجازي اخباري الان اعلن جيش العراقي اليوم استعادة السيطرة على اول منطقة في محيط قضائة اللعفر شمالي العراق ضمن عملياته ضد تنظيم داعش التي انطلقت فجر اليوم هذا وتمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على منطقة العبرة الصغيرة على مشارف المدينة وتقدمت غربي تلعفر باتجاه مناطق السعاد والزهراء والوحدة في سيق المتصل قتل واصيب افراد من تنظيم داعش جرى انفجار سيارة اثناء محاولتهم تفخيخها وسط مدينة تلعفر وقالت مصادر عسكرية ان من بين القتل احد اشهر خبراء التفخيخ يدعى ابو البراء الحلبي مشيرة الى ان داعش يعيش حالة من التخبط دخلت خافلة مساعدات انسانية الى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي تتضمن مواد غذائية وطحينا ومواد صحية مخصصة للمحاصرين في المدينة من قبل قوات النظام هذا وقالت مصادر ان ثلاثين شحنة دخلت برعاية الامم المتحدة تتضمن ستة عشر الفا من الحصص الغذائية ومن المقرر ان توزع عليهم في اليومين المقبلين اعلنت شرطة اقليم كتالونيا الاسبانية العثور على مائة وعشرين اسطوانة غاز كانت معدة لهجمات ارهابية وذلك في اطار تحقيق بالهجمات التي ضربت مدينة برشلونة مؤخرا يأتي هذا التطور بعد ساعات من اعلان شرطة اقليم كتالونيا عن امكانية ضلوع 12 متهما محتملا في الهجوم الذي اسفر عن قتل 14 شخصا واصابة العشرات لقي نحو 600 شخص مصرعهم وتأثر ملايين اخرون بالفيضانات في جنوب اسيا في حين تتواصل عمليات الاغاثة بعدما ضربت موجة جديدة المنطقة وطلبت سلطات الهند مساعدة الجيش في اقليمين من ولاية اوتار برديش بعد انطار غزيرة عزلت مئات القرى حيث طالت الفيضانات 33 اقليما من اصل 75 نظمت جماعات معارضة لليمن اليمين المتطرف مسيرة في شوارع بوستن قبل انطلاق مسيرة مماثلة لليمينيين تأتي المسيرة بعد اسبوع من قتل امرأة عندما تحول تجمع حاشد لقوميين ببيض الى اعمال عنف دامية مع معارضين وجدت دراسة جديدة ان القلق من الانفصال عن الهاتف الذكي لايتعلق بعدم القدرة على اجراء المكالمات لكن الامر مرتبط بتعلق الهواتف الذكية بالتخزين الرقمي للذكريات وبالنسبة للكثيرين فان النشر عبر فيسبوك وانستغرام وتويتر هو جزء من الطريقة التي يعيشون بها مع هواتفهم وايضا كيفية تأثيرها على وجودهم وهذا هو سبب الشعور بفقدان احد اطراف الجسم عندما يظل الشخص من دون هاتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة